مساء الخير شعب يعد رقم الليرة على الدولار والسياسيون يعدون أرقام الانتخاب على النصاب والفارق واسع بين الهدفين مع تفوق الجنرال الأخضر على الجميع وتخطيه نصاب الستة وثمانين ألفا مواصلا رحلته إلى عالم المئة أما أصوات النواب الصانع للرؤساء فهي مشتتة وضائعة وتضرب أخماسها بأسداسها لتبيان الحاصل الذي استند عليه الثنائي الشعي لدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمين فرنجي ولا يبدو فرنجي بعيدا عن الثقة التي تخوله الاستمرار في المعركة حيث يتضح من آفاق بنشعي أن المنازلة هي في تأمين النصاب وليس في الخمسة وستين نائبا وبعد أن أصبح فرنجي الساكن الأول في معادلة الثنائي الشعي فإن رئيس تيار المردة سوف يخرج عن صمت الترشيح وهو أعلن للجديد أنه سيطرح رؤية وليس ترشيحا في مؤتمر صحفي يعقده الأسبوع المقبل وتتضمن الرؤية الرئاسية مقاربات ومشاريع حلول كما تراها أفكار فرنجيه سواء في الاقتصاد والمال والاستثمار وأزمة المصارف أو في السلاح واستراتيجيته الدفاعية ولما كان رئيس تيار المردة مطمئنا للثنائي الشعي ومتوجسا من الثنائي المسيحي فإن القوات اللبنانية الجذع الرئيسي أعلنت عبر النائب جورجة قيس أنها ستقوم بأي شيء لمنع انتخاب فرنجيه بما فيها تعطيل النصاب وكشف عقيس عن آلية قدمتها القوات لانتخاب أي من المرشحين الذي تقترحه القوى المسيحية في بكركي هذا النزاع الرئاسي تم تصفيره على الأرض المعيشية والمصرفية وفي كتب التدريس ومطالب المعلمين وفي عيده صار المعلم متسولا باعوا رسالته بفتات من سنتات وقايدوه بخمسة لترات من المحروقات وبعد التعليم الرسمي الذي لم يفتتح عامه الدراسي يسير التعليم الخاص على خطى الإضراب ففي التاسع من آذار عيد المعلم العصى تعلم على جنيبكم من أعلى الفخامة الشاغرة إلى أسفل الزعامة الفارغة من أدنى واجباتها ليس هذا غيضا من فيض في بلاد عائمة على بحر من أزمات قطاعها المصرفي يربط إضرابا بإضراب ويتعامل مع الأزمة على الأطعام وحول معركته مع القضاء إلى قضية رأي عام وما إن أعلن عن خطوته التصعيدية بإقفال أبوابه ابتداء من الثلاثاء المقبل حتى قفز الدولار عشرة ألاف ليرة حارقة لمس معها سعر صفيحة البنزين المليون وستمائة ألف ليرة وفي رحلة صعوده إلى الفضاء لم يتعرد الدولار ولولم طب هوائي في وقت لا قبة حديدية فوق مطار بيروت تقيه من الرصاص العشوائي الفالت في محيطه وبدلا من رافقتكم السلامة بات السلاح المتفلت ورصاصه يهدد سلامة الملاحة الجوية وهو ما دفع بالمعنيين عن أمن المطار وحركة الطيران إلى القول بأن توقيف مطلقي الرصاص الموقت لا يجد نفعا وأن التشدد في العقوبات هو مفتاح الحل